اشتركوا في القناة الجميع كان منتظر جهاز S4 خصوصا بعد النجاح الكبير اللي لاقاه جهاز Galaxy S3 نقدر نقول انه سامسونج نوعا ما تبعت سياسة ابل في مسألة عدم تغيير الشكل الكثير ولكن اضافة ميزات جديدة مثل اللي حصل مع الآيفون 4 والآيفون 4S الجالكسي S4 يواجه مشكلتين الاولى ان هذا الشكل اصبح مستهلك نوعا ما خصوصا اننا شفناه في اجهزة مثل الـ S3, Note 2, Note 8, Galaxy Mini, Galaxy Grand وقريبا الـ Galaxy Mega لذلك المستهلك صار عنده تشبع من هذا الشكل ومحتاج لجهاز بشكل جديد المشكلة الثانية ان الـ Galaxy S3 كان عليه بعض الانتقادات من ناحية مواد الصنع للأسف نلاحظ انه ايضا وجود نفس المشكلة مع الـ Galaxy S4 الجديد بالنسبة لمواصفات الجهاز نظام التشغيل هو Android 4.2.2 شاشة 5 إنش 1080p المعالج Exynos 5 Octa كاميرا 13 ميجا بيكسل رام 2 جيجا والبطارية 2600 ميلي أمبير لاحظنا ان البطارية تعتبر من احسن البطاريات في الاجهزة الذكية وبسهولة ممكن تكفيك اليوم كامل من الاستخدام العادي واكثر بالاستخدام البسيط الجهاز يتميز بشاشة رائعة 5 إنش 1080p بالرغم ان الشاشة اكبر من السابق لكن ابعاد الجهاز لم تتغير بشكل كبير الفضل يعود في تقليل حجم الاطار او البزل حول الشاشة يعني اغلب مقدمة الجهاز عبارة عن شاشة تقريبا لهذا السبب ممكن بسهولة تغلط وتضغط على ايقونات في الشاشة بمجرد مسك الجهاز بشكل عام الجالكسي S4 كان متفوق في اغلب المقارنات والبنشماركس مع الاجهزة الاخرى التصفح واللعب وعمل اغلب المهام كان سريع وسلس وما واجهنا اي مشكلة بلا منازع الجالكسي S4 فعلا يستحق جائزة اكثر جهاز يحتوي على ميزات وخصائص من الصعوبة اننا نغطي كل الميزات في حلقة واحدة بنستعرض الحين اغلب الميزات المهمة في الجهاز ممكن تتحكم بالجهاز باستخدام حركة اليد امام الشاشة في تصفح الانترنت والصور تفاجئنا ان الميزة تعمل بشكل جيد جدا الجهاز ايضا فيه ميزة تتبع حركة العين بحيث ممكن تنزل او ترفع الصفحة بمجرد النظر لاسفل او اعلى من خلال تتبع حركة العين اثناء مشاهدتك للفيديو الجهاز بيوقف الفيديو لو نظرت لجهة اخرى او انشغلت وبيكمل الفيديو لما تنظر للجهاز ممكن ايضا تتطلع على محتويات الملفات بمجرد تقريب اصبعك للشاشة كل هذه الميزات رائعة ومبتكرة في الجالكسي S4 لكن للأسف ما كل التطبيقات في الجهاز تدعمها حاليا فقط المتصفح الرسمي للجهاز وبعض التطبيقات تدعم ذلك متصفح الكروم مثلا ما زال لا يدعم هذه الميزات من التطبيقات المميزة الجديدة هو تطبيق S-Health باختصار هو تطبيق متكامل لمتابعة نشاطاتك اليومية بما ان تلفونك دائما معك فهي فكرة مبتكرة من سامسونج ان تخلي الجهاز يتبع نوعية الحركة اللي تقوم فيها وعدد السعرات الحرارية اللي تحرقها في اليوم ممكن ايضا تحدد اهداف تريد حققها من ناحية الرياضة اللي تمارسها شفنا هذه الميزة من خلال اجهزة مثل النايكي فيول باند وحلو نشوفها في اجهزة الهواتف الذكية ممكن تستخدم ال S4 كريموت كونترول للتحكم بعدد كبير من الاجهزة الالكترونية مثل التلفزيونات والدي فيدي بلاير الجهاز يحتوي على مترجم فوري لعدة لغات بمجرد التحدث اليه الميزة مفيدة كثير اثناء السفر لبلد لا تتحدث لغته للأسف الميزة حاليا لا تدعم اللغة العربية ببساطة ممكن تسأل اي شخص يتكلم بلغته والجهاز بيترجم لك بشكل فوري الى اللغة الانجليزية طبعا الميزة تحتاج الى الانترنت من خلال تطبيق الاوبتيكال ريدر ممكن ترجم فوريا كلمات من لغات مختلفة للغة العربية الجالاكسي S4 يحتوي على كاميرا 13 ميجا بيكسل واللي من خلالها ممكن تاخذ صور رائعة سامسونج اضافت الكثير من الابتكارات اللي تسمح لك تصور بشكل مبتكر ورائع ممكن تصور بالكاميرتين الامامية والخلفية في نفس الوقت ممكن بضغطة واحدة تصور عدة صور اوتوماتيكيا وتدمجهم في صورة واحدة بشكل مبتكر سامسونج واثقة من نجاح ال S4 ونحن نعتقد انه بيبيع بشكل كبير خصوصا بسبب الميزات الكثيرة المتوفرة في الجهاز واللي بتجذب المشتخدمين بشكل عام هذا يعتبر من افضل اجهزة السنة بمواصفات تعتبر مقياس للاجهزة البقية نحن نعتقد انه هناك ميزة او ميزتين بتستعملهم بشكل كبير لكن البقية بتلاحظ انك بتنساهم بعد فترة للأسف بالرغم من كل هذه الميزات ما نقدر نتغاضى انه الجهاز كان ممكن يكون مصنوب بمواد وهندسة افضل مما هو عليه خصوصا انه الجهاز من اكبر مصنع للهواتف في العالم حاليا اشتركوا في القناة